مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداني أولا نبارك لكم حلول شهر رمضان الكريم وكانت من المولى عز وجل يدخلوا لكم جميعا بدوام الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله وبهذه المناسبة أيضا كان دعيه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد والنصر الدائم لجلالته ولسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية والآمين العام دي الحزب العصالة والمعاصرة والرجل القوي في قطاع المحروقات بالبلاد صاحب شركة إفريقيا الأكثر هيمنة وسيطرة على الغاز والمحروقات كانش حال هذي كيحقق أرباح خيالية من أسعار المحروقات والآن هو الرابح الأول والآخير من هذه الزيادات الصاروخية وغير المسبوقة في أسعار المازوطة وليسانس في حين أخوتي أن المكوي الأول والآخير من هذه الارتفاءات الخيالية هو المواطن كيفما كان نوع هذا المواطن وكيفما كان المستوى المائشي ديانه كل شيء تقرر وكل شيء تضرر بالزاف من هذه الزيادات غير المتوقعة في الآوينة الأخيرة مهما يكون الأمر فالمسافيد الوحيد من هذه الزيادات هو السيهم عزيز أخنوش والشركات الكبرى دياله والأرباح اليومية دياله السييد يعني رئيس الحكومة من هذا شيء كله هي خيالية ولا تصدق جوشة المليار أو نصف النهار كيربح السي أخنوش من هذه الزيادات ومن هذه الأسعار إذن فالسي أخنوش مدام كيحقق الأرباح دائما لماذا مثلا لما يتخليش على هذه الأرباح أو جزء منها لفائدة المواطن ماشي يفرق عليهم الفلوس هذا شيء ما كاينش وما عندهش أهمية أو جدوى أو عقلانية ولكن على الأقل يبيع ليسانس والمازوت أبراث ماله شنون المشكل يتضامن معنا مغالبة في هذه الأيام الصعبة ويقنع غير في هذه الخير اللي عنده واللي يراكمه من سناوات هذه على الأقل باش يهبط ثامن المحروقات شوية وما تأترش بالزاف القدرة والشرائية قدرة الشرائية للمواطن والجيب دياله وما تخليش أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية أطلع بزاف خصوصا في هذا الشهر الفضيل هذه الأرقام الخيالية أنا بنفسي والله لألي العظيم ما كنت عارفها ولا كنت عارفش حالك يدخلها دخولنا لسبب البسيط وهو ماشي سوقي الله يسهل عليه والله يزيده اللي حزك السياء خنوش تعمالي عيني والله لمن قلبي كان قوله ولكن فين هو أنا صعب الدراوش من هذا الخير كله وعناش مثلا ما شفلش منك لحد الساعة أي حاجة أو موقف كتعبر فيه عن التضامن ديالك مع المغاربة في هذا الظروف العصيبة اللي كتعرف زيادة ساروخية وخاصة مع شهر رمضان بصيب السياء خنوش رجل أعمال كبير في البلاد وماشي بصيفتك كرئيس حكومة والله يهديك السياء خنوش والله يهديك على هذا الشاب كيف قتلكم أخوتي المغاربة ما كنت عارف هاد الشيء وهاد الأرقام حتى طالعت على مضمون تقرير للجنة برلمانية حول المحروقات في المغرب هاد التقرير كي يقول بأن المغاربة كي يسهلك ويوميا ما يقارب 40 مليون لتر من البنزين والمازوغ وحسب السعر الحالي فإن المحروقات تكلف جيوب المغاربة ما مجموعه 57 مليار و120 مليون سنتيم يوميا شركة المحروقات أفريقيا لمالكها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش كتحقق 42% من الحصة المستهلكة عبر اقتنائها من السوق الدولية وهي تستثميره في سوق المحروقات عبر النقل والتخزين والتوزيع ثم البيع بالجملة وأيضا بالتقصيد يوميا كتبيعة شركة ما مجموعة 16 مليون 800 ألف لتر من الليسانس والمازوغ وهات شركة أخنوش كتجني من شحن والتأمين ما مجموعه مليون 848 ألف درهم أما التخزين فيذر عليها ما يزيده عن 4 ملايين درهم وتسيطر الشركة على 60% من بنيات التخزين الخاصة من محروقات في المملكة كلفة التوزيع والتقصيد تمثل 6% بالنسبة للغازوار و7% بالنسبة للبنزين وكتجني شركة أخنوش عبر التوزيع والتقصيد فقط ما مجموعه 9 ملايين و140 ألف درهم هامش الربح لديها عند البيع بالجملة هو 6 ملايين و216 ألف درهم يوميا والبيع بالتقصيد فتجني من ورائه ما مجموعه 4 مليون و435 ألف درهم يوميا أي أن شركة أخنوش تجني من الليسانس والمازوغ عبر حلقات النقل والتخزين والتوزيع ثم البيع بالجملة وبالتقصيد ما مجموعه 24 مليون 891 ألف درهم يوميا حكومة أخنوش كتتعرض الآن حتى في البرلمان لانتقادات شديدة بسبب تهربها من نقاش مشكل انتهاب أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات بطبيعة الحال وحسب أحد البرلمانيين فالحكومة تتعرض مرة أخرى من التواصل ومن المسائلة البرلمانية حول المواد التي تؤرق المواطن ومنها مشكل التهاب أسعار المواد الغدائية الأساسية وأيضا أسعار المحروقات التي تعتبر في المقدمة عدم تقديم الحكومة لأي إجراء قصد الحفاظ على القدر الشرائي للطبق الفقيرة والمتوسط باستثناء الوقود الميهن وهذا التهرب من الحكومة عن النقاش مع الجهات المعنية يدل على أجزها عن التواصل نهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من مؤاناة المواطنين كما تحاول أن تعلق كل إخفاقاتها على مشجاب الحرب بين الروس والأوكران في الوقت الذي لم يعد المواطن المغرب المقهور يقوى على استعمال سيارته بعد أن تجاوز سعر المازوت 14 درم وفي المقابل فشركة رئيس الحكومة وباقي الشركة العاملة بقطع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية ومداخل الدولة ارتفعت كذلك خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع معدل ضريبة على الاستيلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود والتي يؤديها المواطن من جيبه وقد سجل المغرب خلال اليومين الأخيرين ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات الأمر الذي مس بشكل مباشر بالقدر الشرائي للمغاربة ويرجح المتتبعون بأن تستمر الأسعار في الارتفاع فيظل الغياب أي إجراءات فعلية للحد منها والاكتفاء بإرجاع أسباب ذلك إلى المجاكل الخارجية كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخن أرجو وكمجرة العادة أن تدعموا هذا المحتوى بالتفاعل لازم مع الفيديو عن طريق اللايك البطارطاج والتعليق حتى هو باش تعمل فائدة والحاضر يعلم خوه الغيب دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل ترجمة نانسي قنقر